اعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف مغربي على منطقة تقع على الحدود بين موريتانيا ومناطق سيطرة جبهة البوليساريو قرب الحدود الجزائرية وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان ان ثلاثة جزائريين قتلوا بعد قصف شاحناتهم على الحدود الجزائرية الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد وتوعدت بان ما وصفتها بالجريمة لن تمر دون عقاب كما اشار البيان الى عدة عوامل تشير الى ضلوع القوات المغربية في عملية قتل المواطنين الجزائريين من جانبه نفى الجيش الموريتاني في بيان ان يكون الاستهداف وقع على الاراضي الموريتانية نفى المغرب قيامه بضرب اي شاحنات في اي موقع سواء في الجزائر او موريتانيا مشيرا الى عدم قيامه باي هجوم على اي طرف ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مغربي لم تكشف هويته نفيه القاطع للانباء التي راجت بشأن تعرض شاحنات جزائرية للقصف على الحدود الموريتانية مؤكدا ان الجزائر تحاول اختلاق الذرائع لجر المغرب الى مواجهة لا يريدها بحسب تعبيره في الجزائرية انضم الينا من النواق شوت مرة اخرى دكتور ادريس كوريرا باحث في مركز الصحراء للدراسات اهلا بك دكتور ادريس يعني ما بين الاتهام الجزائري الان ونفي المغرب في عملية استهداف شاحنات تقل جنود جزائريين يوجد توجد موريتانيا الان ما بين كل ذلك وما يجري هل تحولت موريتانيا الى صندوق بريد لإيصال الرسائل بين هاتين الدولتين شكرا جزيلا لقناة العربي لاستذافتي اعتقد ان الموضوع الذي حصل اول امس الهجوم الذي تعرضت له الشاحنات الجزائرية التي كانت تقوم بمبادلات التجارية حسب البيان الرئاسي الجزائري البيان الرئاسي الجزائري يؤكد تعرض شاحنات الجزائرية لهجوم ومقتل ثلاثة من الجزائريين ولكن ما هو متأكد ان الهجوم قد حصل حتى قبل سدور بيان من رئاسة الجزائرية بواقع عدة نقلت هذا الخبر وايضا فيما يتعلق بموريتانيا اعتقد ان الهجوم الذي تعرضت له شاحنات الجزائرية لم يحصل على الاراضي الموريتانية وانما الهجوم حصل بين مدينة الورقالة الجزائرية ومدينة العاصمة الموريتانية ولكن الهجوم لم يحصل في الاراضي الموريتانية ولا اعتقد ان حتى لو كانت المغرب هي التي قامت بهذا العمل لا اعتقد ان تريد من خلالها ارسال الرسائل من خلال الموريتانيا الى الجزائر نحن لسنا طرفا في هذه العلاقة في هذا التوتر بين البلدين الشقيقين نحن لسنا طرفا وان كنا نحن يهمنا طيب وبالتالي اذا كانت موريتانيا هي لست طرفا في اي توتر بين البلدين المغرب والجزائر في اي سياق يمكن وضع ذكر الجزائر بان هذه العملية تمت على الاراضي الموريتانية على الحدود الموريتانية في اي سياق الذي حصل ان الهجوم في الخبر الذي صدر امس وتناقلت المواقع الموريتانية هذا الخبر من مصدر المستشارة للرئيس السحراوي عبر تدوينة لهذه المستشارة هي التي قالت ان الهجوم حصل على الاراضي الموريتانية وامس ايضا الجيش الموريتاني اصدر بيانا ونفى قاتعا ان الهجوم لم يحصل على داخل الاراضي الموريتانية ولكن البيان لجيش الموريتاني لم ينفي حصول الهجوم ولم يؤكد ايضا حصول الهجوم ولكن ما اكده البيان الجيش الموريتاني ان الهجوم لم يحصل داخل الاراضي الموريتانية هذا هو موقع الموريتاني نحن يهمنا كموريتانيين الالقات بين الشقيقتين الجزائر والمغرب ولكن نحن لسنا طرفا في التوتر هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين لموريتانيا وبالتالي الى اين يتجه الامر برأيك خاصة بان الجزائر تتوعد الان بالعقاب على هذه العملية وانت تقول بان موريتانيا ليست طرف هل ترى بانه يجري محاولة جرها لتكون طرف نحن لا اعتقد ان الجزائر او المغرب اي طرف من هذين الطرفين يريد ان يجر موريتانيا الى ان تكون موريتانيا في مع طرف ضد اخر نحن حتى لو اذا ارادت دولتين او احدى هذه الدول ان تفعل ذلك فموريتانيا نحن لن نكون مع اي طرف ضد طرف اخر الجزائر دولة شقيقة والمغرب ايضا دولة شقيقة لنا علاقات جيدة مع هذه هاتين الدولتين الشقيقتين الكبيرتين لنا علاقات التجارية معهما لنا علاقات ثقافية لنا علاقات تاريخية بيننا وبين هذه الدول نحن ما نحاول ربما الدولة الموريتانية ستحاول ان تتدخل لنزع فتيل الازمة بين الدولتين الشقيقتين ونحن يهمنا العلاقة بين الترفين سواء كانت هذه العلاقة علاقة ايجابية او علاقة سلبية وهذا ما قاله اليوم الناطق بلسان الحكومة الموريتانية معالي الوزير المختار والدهي ان موريتانية منشغلة بهذا الامر لان نحن لنا علاقة بين هاتين الدولتين الشقيقتين ولكننا لن نكون طرفا في الازمة بين هاتين الدولتين لن نكون مع المغرب ولا نكون مع الجزائر نحن محايدين ولنا علاقة مع هذه الدول التوتر المصلحة العلاقات الجيدة بين المغرب والجزائر تهمنا نحن كموريتانيا كدولة جارة لهاتين الدولتين وكدولة عدو في الاتحاد المغرب العربي العلاقات الجيدة بين الدول المغرب العربي تهمنا نحن كدولة ولكن لن نكون طرفاً لن نكون مع الجزائر ضد المغرب ولن نكون مع المغرب وصلت هذه الفكرة من انواكشوت الدكتور إدريس كوريرا باحث في مركز الصحراء للدراسات